نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس الموافقة على بيع أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 18 مليار دولار ومن بين تلك الأسلحة عشرات الطائرات من طراز F-15 وذخائر وقال أحد المصادر لرويترز إن بيع 25 طائرة F-15 إلى إسرائيل قيد المراجعة منذ أن تلقت الولايات المتحدة طالباً رسمياً من تل أبيب بهذا الشأن في يناير من العام الماضي